ولخص حفل جوائز الأوسكار لسنة 2024 ورأي الخاص عن الجوائز قبل ما نبدأ مبارك عليكم الشهر وكل عام وانتوا بخير اكتساح مستحق لفيلم أوبنهايمر واللي فاز ب7 جوائز أفضل منتاج، أفضل موسيقى تصويرية، أفضل تصوير سينماي، وأفضل فيلم وأفضل ممثل بدور رئيسي لكيليام مورفي وأفضل ممثل بدور مساعد لروبرت داوني جونيور وأفضل مخرج للمخرج كريستوفر نولن والمنافسة الأقوى في الحفل كان فيلم بورثينغز واللي فاز ب4 جوائز أفضل مكياج وتصفيف شعر، أفضل تصميم أزياء، أفضل تصميم إنتاج وأفضل ممثل بدور رئيسي للممثلة ايما ستون والفيلم الأجنبي The Zone of Interest واللي حصل على جائزتين أفضل صوت وأفضل فيلم أجنبي وجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة راحت لفيلم The Boy and The Hero وجائزة أفضل مؤثرات بصرية كانت من نصيب فيلم Godzilla-1 وجائزة أفضل فيلم قصير كانت من نصيب نتفلكس لفيلم The Wonderful Story of Henry Sugar وما أشوف إنه كان في أي منافس وجائزة أفضل سيناريو مختبس كانت من نصيب فيلم American Fiction وجائزة أفضل سيناريو أصلي كانت بين فيلم The Hold Overs وأناتومي وفا فول وفاس فيها أناتومي وفا فول واللي يبين لك إنه الأوسكار هذه السنة ما كان جامل هو خروج فيلم باربي بجائزة وحدة وراحت لبيلي آيلش للمرة الثانية بجائزة أفضل أغنية أصلية وأخيرا فيلم The Hold Overs واللي خرج بجائزة وحدة واللي هي جائزة أفضل ممثلة بدور مساعد للممثلة Divine Joy Randolph بالنسبة لفيلم Killers of the Flower Moon ما خرج بولا جائزة وأشوف إنه مظلوم ما حد ظلمه للأمانة لكنه ظلم نفسه وأشوف إنه ظلمه لنفسه إنه نزل في نفس السنة اللي نزل فيها أوبنهايمر وللمفروض يفوز بجائزة أفضل ممثل بدور مساعد لروبرت دينيرو وأفضل مخرج لمارتين سكورسيزي وأفضل تصوير سينمائي أقل شي وبالنسبة لفيلم The Hold Overs أشوف إنه انظلم وكان يستحق إنه يفوز بجائزة أفضل سيناريو أصلي وبالنسبة لفيلم Anatomy of a Fall أشوف إنه كان يستحق جائزة أفضل ممثلة بدور رئيسي للممثلة ساندرا هولر لأداءها الرهيب وزيادة الإنصافة لأنها شاركت بفيلمين أترشح الفيلمين للأوسكار واللي هم The Zone of Interest و Anatomy of a Fall وارجع وقول إنه فيلم أوبنهايمر أخذ الجو على أغلب الأفلام اللي نزلت في سنته ولو هذا الفيلم نزل السنة للراحت ما كنا شفنا فيلم Everything Everywhere All At Once ما خلت سبع جوائز للأمان الحفل كان جميل وأشوف إنه منصف بنسبة كبيرة وأشوف إنه مشابه لنسخة الأوسكار لعام 1995 والاكتساح اللي حققه فيلم Forrest Gump على فيلم The Shawshank Redemption وفيلم Pulp Fiction وإنتوا أبغاكم تكتبوا لي رأيكم عن الحفل والجوائز كان معكم عبدعزيز خوجة السلام